السلام عليكم بلا شك أصعب مشكل يواجهنا ونحن نشتغل في مجال أمازون كدبي هو البحث عن النيتش المربح لذلك اليوم قررت أن أشارك معكم طريقة سهلة جدا ومضمونة إن أنتم أحسنتم تطبيقها فمن المستحيل أن لا تحققوا أي مبيع إذن تابعوا على بركة الله إذن منصة أمازون هي على الشكل الآتي أول شيء نقوم بتغييره هو الأدرس الخاص بنا فهنا نقوم بوضع السوق الذي نقوم بالاشتغال عليه مثلا إن كنت تشتغل على السوق الأمريكي تختار هنا أمريكا وإن كنت تشتغل على السوق الفرنسي تختار فرنسا فأنا سأختار السوق الأمريكي فأنا أقوم دائما بوضع هذا الرمز البريدي ثم تالي خطوة هنا نقوم بتحديد الكتب يعني نريد البحث في الكاتيغوريز الخاص بالكتب ثم هنا نقوم بوضع نيتش كبير مثلا سأختار كولورين بوكس ثم الطريقة سهلة جدا فسوف أذهب هنا أختار Paperback إن كنت سأقوم بإنشاء كتب دات محتوى قليل ثم أختار آخر 30 يوما إذن هنا ستظهر لي جميع الكتب التي حققت مبيعات كبيرة في هذا النيتش خلال 30 يوما الأخير ثم أقوم باختيار الكتب التي ظهرت لي أولا مثلا هذا الكتاب يعني أختار مثلا 10 كتب وأقوم بفتحها في نوافذ جديدة حتى لا أطيل الفيديو سوف أقوم بأخذ كتبين فقط أنتم يجبوا أن تأخذوا 4 5 إلى 10 كتب حسب الوقت الذي تتوفرون عليه فكلما كان البحث كبيرا إلا وكانت فرصتك لإيجاد نيتش مربح أحسن إذن سأختار مثلا الكتاب الأول الذي ظهر لي ثم الكتاب الثاني الخطوة الموالية أقوم بنسخ العنوان الرئيسي للكتاب وأقوم بالدهاب إلى أمازون وأقوم بوضع هذا العنوان الرئيسي وأبحث عن مدى تنفسي هذا النيتش إذن لدينا هنا 2000 كنتيجة يعني هذه نتيجة جيدة جدا ويمكنني الاستفادة من هذا العنوان والبحث عن الصور المماثلة لهذا الكتاب ثم هنا كذلك أقوم بالدهاب وأأخذ هذا العنوان الرئيسي كذلك من الكتاب الثاني أقوم بالدهاب إلى أمازون ثم أبحث عن هذا العنوان كذلك هل عليه منافسة كبيرة أم قليلة إذن مباشرة هنا كما تظهر لكم إخواني 813 كنتيجة يعني جيدة وجيدة جدا خصوصا أن الصفحة الأولى فيها مبيعات إذن إخواني هذا نتش جيد يجب أن أقوم بالبحث عن المحتوى الخاص بهذا الكتاب ثم أقوم برفعه لكن انتبهوا معي جيدا إخواني فيجب عليكم أن تنتبهوا إلى هذه الكلمات لأن هذه الكتب التي تأخذ المراتب الأولى دائما تكون مميزة جدا بحيث قد تجدون أن عليها ترادماركس أو كذلك يمكن أن تكون كوبيرايت وتعرض حساباتكم إلى مشاكل لذلك حتى لا أطيل الفيديو يمكنكم الذهاب إلى القناة الخاصة به ثم قوائم التشغيل ثم تختارون أمازون كيندل ثم هنا تبحثون على طريقة طريقة تجنب حقوق الملكية كوبيرايت والعلامات المسجلة ترادمارك إذن هذا الفيديو سوف يفيدكم جدا حتى تتجنبوا هذا المشكل إذن إخواني كان هذا هو درس اليوم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو أريد أن أشاهد أكبر عدد من الإعجابات في هذا الفيديو لأن هذا التفاعل مع الفيديوهات هو الذي يعطينا الدعم الكبير لنأتي بالجديد دائما ونحاول أن نساعدكم حتى تصلوا إن شاء الله إلى المستوى الذي تريدنا وإن كانت أخي أختيها دي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر